وإن شاء الله تكون بداية خير وصلح خير لكم وقاحة غير مسبوقة في الأردن انشغل الرأي العام خلال الأيام السابقة بقصة هي غريبة ودخيلة على المجتمع الأردني والعشائر والقبال الأردني العصيدة انقسم الرأي العام بين معارض وما بينه ومؤيد لهذا الحدث الدخيل على عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا نرجع للموضوع من الأساس حصل خلاف بين ثلاثة عائلات قبل عدة أشهر وخلال الأشهر السابقة تدخل العديد من الأطراف لإنهاء هذه القضية وإصلاح ذات البين طبعا جزاهم الله خيرا جميعا لكن الغريب هو وجود امرأة في هذه الجهة فانقسم الرأي في الشارع ما بينه ومؤيد ومعارض من هم من يقول يجوز ذلك ولا يؤثر ومنهم من يقول أنه لا يجوز أن تترأس امرأة جاهة أو تستقبل الجاهة من هم من انتقد السلام باليد بأنه لا يجوز جرعا ذلك منهم من يعارض وجود الامرأة تماما بالجاهة المهم وجب علينا أن ننوه للعديد من التفاصيل للمشاهد لأنه يجب أن يعرفها جيدا قبل الحكم أو إبداء الرأي أولا الأطراف في هذه القضية أو هذه الجاهة هم من عائلات وليس عشائر أو قبال مما يعني ذلك أنهم ليسوا من أهل القضاء العشائري ولا يلمون به كثيرا وبذلك لن نلوم هذه العائلات على جهلهم بالعادات والتقاليد والأعراف للقضاء العشائري مما يعني ذلك أنهم ليسوا من أهل القضاء العشائري ولا يلمون به وبذلك لن نلوم هذه العائلات على جهلهم بالعادات والتقاليد والأعراف والقضاء العشائري المشرع من قبل العشائر والقبائل الأردنية ولكن لا يجوز من قبل أي من يكون أن يمشي عكس الجسور المبنية منذ الأزل من قبل أهل القضاء بحجة عدم المعرفة بذلك بالحقيقة ما حصل هو نتيجة تراكمات عديدة من العبث المتكرر المتعمد من قبل البعض على القبائل والعشائر وهناك العديد من الأسئلة برسم الإجابة للجميع من الذي يتحمل مسؤولية ذلك؟ ومن هو المسؤول الذي باستطاعته أن يضع حد لمن يتشيخ بحجة إصلاح ذات البين؟ من هي الجهة التي تتغاضى عن الشيوخ الحقيقيين المشرعين منذ الأزل بالقضاء العشائري وتحاول أن تبعدهم عن المشهد تماما؟ لا نعلم ما هي الغاية من ذلك نتمنى من شيوخ القبائل والعشائر الأردنية الأصيلة وضع حد لهذه المهزلة تماما لنضع أيدينا على السبب الرئيسي لما حدث من ضجة بهذه القضية هو الإعلام نعم الإعلام للأسف هناك بعض الأشخاص من يقوم بشراء ترايبود بعسر دنانير وبهاتفه الجوال يلتقط بعض الصور من حفل ما ويقوم بنشر الأخبار دون احترام القواعد المهنية أو احترام الأخلاق المهنية تكون هذه النتيجة ترويج إشاعة غابية في الحقيقة انقسم الإعلام المحلي ما بين عنوانين رئيسيين الأول يقول شريم تشارك بجاهة صلح بين ثلاثة عشر والثاني يقول شريم تترأس جاهة أشائرية للصلح بين ثلاثة عشر من البداية كل الشكر لساعات النائب على ما قدمته وتحملته وما قامت به من جهود تقريب وجهات النظر وجهود إصلاح ذات البين بين هذه الثلاث عائلات ومع احترامي لكل الإراءة التي طرحت يجب أن نتكلم بكل حقيقة كل ذلك لا يجوز أبدا لا يجوز لا يجوز تماما المرأة لا تترأس جاهة ولا تكون مستقبلة في جاهة ولا يجب ولا يقبل أن تكون حتى ضمن هذه الجاهة أو غير هذه الجاهة المرأة لا تصلح على الرجل يجب على الجميع أن يعلم أن الأعراف والعادات والتقاليد والأعراف العشائرية والقضاء العشائرين لن نقبل أبدا المساس به من كان من يكون ولن نقبل ذلك أبدا لكن وجوده أثناء الجاهة سواء مع المستقبلين أو مع الجاهة حسب العرف والعادة لا يجوز اللي بره يقول وين أهل العرف وين أهل العادة وين أهل القلطة وين رجالي لهم راي والله أنا أشوف اللي أكثر اللي يحكون حتى بالمنصات التواصل والله يا أخوان مودع سيلهم لكن أكثر هم مرش أكثر هم مرش أبناء البادية أن نقول كلام واضح نقول المرأة أمنا واختنا وكل حياتنا المرأة والله وحلمنا النسوان حنا نقول ما فيه أبدا لكن نقول من عندنا ومعنده جو يضله المرأة لها دور ما يصير تعدى على دول الرجال هذا دور اللي الرجال يقوموا فيه هي نائبة هي وزيرة هي دكتورة هي محامية هنا بناتنا وخواتنا ووصل المراتب بالدولة بالطب أو بالقانون والقضاء لكن البادية لها دور فعال فيه العرف اللي دار جبل أردن هو عرف واضح إذا كان فيه صك صلح عشائري ما فيه وجود المرأة حابين ننوه لنقطة وحدة أنه اللي تم خلينا نقوله وهول الموضوع بشكل عام من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلاميين حولوا الموضوع لا يا سيد احنا تحفظنا على فقط إذا وننا ننتقد نقد بنا اللي يتنافى مع العرف العادة اللي هو حضور هاي الأنثى لأنه دائما الأنثى عندنا مكرمة ولذلك موضوعنا اليوم هو عبارة فقط للتنوية التوضيع ونطلب من الناس بشكل عام أو العالميين لا يهولوا الموضوع لهذه الدرجة أمر عادي ومساعي خير من أختنا النائبة وإحنا يعني أي إنسان يسعى فيه موضوع الخير إحنا دائما نزكي لكن إحنا تحفظنا حتى نوضح لأنه إحنا عاداتنا وتقاليدنا والعشائر الوردنية عشائر عريقة إلها امتداد على مستوى الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر